لقاء اللي احنا عملناه الناس كلها تكلمت عنه قنوات اخبارية تكلمت عنه سياسيين تكلموا عنه الناس كلها حاولت ان هي تتناول المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها فاحنا حبينا زي ما نقول كده نعمل جزء تاني للناس لان احنا نورنا كده عندهم شوية حاجات مكانش موجودة عندهم محدش بيتكلم فيها فاحنا عايزين نعمل جزء تاني تكملة عشان يبقى فيه ارشيف لفنان كبير وفنان عظيم الناس لما تحب تعرف حاجة عن موضوع معين اتكلمت فيه قبل كده يلاقوا في الارشيف وندي فرصة كمان للعقول الفزة اللي تنكر اللي تقال وبتسأل المستندات معاك المستندات انا مش مسؤول انك ما بتقراش ومش مسؤول انك مش بتتابع مش شرط تقتنع باللي بقوله لان اللي بقوله مش تأليف انا مستند على خراءات ومستند على احداث بالتم في العالم كله مش بس في مصر فنديهم فرصة برضو هما يستمتعوا بالاستاذية يعني والدكترة والحاجات ده انا مش دكتور ولا ماجستير انا مواطن بسيط مهموم بوطنه فلو هو مهموم بوطنه حيبقى مهموم بكل شيء بيحصل في اي جزء من العالم لانه حيقصل على وطنه طبعا اكيد طيب اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن خطة المليار الزهبي وندي خطة موجودة وفي خطة لتنفذها بكل الاشكال ولكن في ناس طلعت انتقى ضدها انتوا على اي اساس بتقولوا الكلام ده طب المعلومات دي جبتوها منين طب ايه المستندات بتاعتكم او ايه ترد عليهم تقول لهم ايه هقول لهم ان قبل وعد بلفور كاية كل مصر في التاريخ بتتكلم على ان استحالة الكلام الهابل ده يعني ايه قسمه من منطقة العربية يعني ايه ياخدوا منها ارض ويدوها لليهود الموطن ليهم كلام ده بيتقال عدوك فيما مضى عبر التاريخ كانت كل قوته انه بيلعب تحت الترابيزة انت مش شايف حاجة وانت عليك انك تسعي وتفكري وتاع لو انت مستشفية مؤامرة معينة بتتضبر ضدك هقول انك لازم تفترضي واحد في المليون انها صحيحة وتفكري الرد عليها ايه او التجهيز لها ايه لو لا قدر انها حصل انما هو الرفض التام كده عبر التاريخ اثبت انها بتحصل يعني بورتوكولات حقباء صيون اتشرحت فارس بلا جواد انا بقرأ البرتوكول وبشوف الاحداث اللي حصلة في العالم بلاي البرتوكول الاولاني بتنفذ التاني التالت الرابع الخامس الساز بشوفه بتنفذ سانين ايه تاني بقى طبيعي حصلة فلا لازم افترض ان في احتمالية واحد في المليون للمؤامرة عشان في المثقفين بتوع مصر هنا بالتحديد يعني يقولك يبلش نظرية المؤامرة ويتكسف بعدها لما يلاقي انها فعلا النهاردة عدوك ما بيلعبش تحت التربيزة فوق التربيزة فوشك النهاردة من ساعة بالتحديد من 2011 العدو النهاردة في وجك بيقولك هعمل فيك كذا مش محتاج استقراء كان زمان الفلاسفة والأدباء والمفكرين والساسة والاقتصاديين في العالم بيقعدوا يحللوا دلوقتي مش محتاج تحلل كنا نبقى فرحانين في عصري انا في جيلي نبقى فرحانين احنا كشفين حاجة في اسرائيل بتوضبها وبتحضرها ايام عبد الناصر نبقى فرحانين احنا شوفناها او تخيلناها النهاردة مش محتاجة ده عدوك بصفاقة بيقولك انا هعمل فيك كذا طيب احنا اتكلمنا عن المليار الزهبي ايو ده مشروع ماسوني صهيوني من مئات السنين طيب هنقول ايه اللي اتحقق فيه ايه اللي اتحقق فيه انك لغيتي كل المواسيق الدولية ولغيتي كل القانون الدولي اللي بيحكم العالم وإيه اللي يبقى العالم فوضى ده اتحطه امريكا هي اللي اشرفت علي وحطته تعالوا نعرف بس نحدد الاول العدو الحقيقي للامة العربية والاسلامية مين العدو الحقيقي احنا حاطين اسرائيل لان احتلت جزء عظيم من وطننا اللي هو فلسطين لكن هي هل اسرائيل اداة وكان وجهة نظر الانجليز بوعده بالفور ان وجود هذه الشوكة بين مصر والشام لن يكون هناك وحدة الجسم الغريب الموجود ايه خلاص انا باحترم في عدوي ان هو لازم يبقى عدوي يعني هو لازم مش هيطبطب عليها ويجيب لي شوكولاتة يعني فبحترم ده يعني هو ده طبيعته انا بقى المهمة هعمل ايه يعني فاحنا من ساعة اقامة دولة فلسطين في 48 احنا ما عملاش حاجة مصر بس مصر اللي حربت مصر اللي دفحت التمن بجد من 48 و56 و67 و73 انما الاحساس كدول عربية او بنعتبرها ام واحدة وطن عربي اللي تسمى الشرق الاوسط الكبير ده لو مسكناه كلمة الشرق الاوسط الكبير ورجعنا البرنارد ليويس وبرجينيسكي مستشار الامن القومي في امريكا وبعد دي تبعت كونداليزا ريس اللي هو مشروع ان الامة دي حتقتل بعضيها ارحمة احنا نوفر الرصاص نوفر الرصاص والخنابل وكده هي الامة الوطن العربي دي يموتوا بعض يموتوا بعض فتعاملت سورات الرابية العربي اللي اشار اليها برنارد ليويس من سنة 83 كويس حصلت السورات الرابية العرب كانت نتجتها ايه حقيقة الامر فشل هدف العدو ما نجحش افتحيه هدفه كان الهدف الرئيسي تلت بلاد عند الخطة الصهيونية والمسونية تلت بلاد سوريا والعراق ومصر خلصوا وقفوا حجموا سوريا اكتاحوا على العراق حضارة العراق البوابة الشرقية الوطن العربي كله عشان شخص واحد اللي هو صدام ضيعوا حضارة دولة بحالها بتاريخها متاحة تسرقت ادها بتسرق كل شيء في العراق تسرق في الهوجة بتاعت الاحتلال الامريكي كويس امريكا داخلت العراق بايه ان احنا جايين عشان نووي ننضف لكو لا ننضف لكو شوارعكو جايين علشان نعمل لكو مدارس ونعمل لكو مسارح ونعمل لكو زماء ونعمل لكو مهضة بتاع صدام دي باتي بيطلعوا يعتذروا صدام زي ما الشعب العراقي هو اللي قال انه اغتال مئة الف مواطن عراقي خلاص العراق موتت وصحقت مليون عراقي بس ايه بقى مليون عراقي مش من المواطنين الغلابة مليون عراقي من اكبر علماء الزرة والنووي والفنانين يعني لهم قيمتهم يعني معلش نوضح النقطة دي لناس يعني اسرائيل ومن وراها امريكا طب وامريكا والاوروبا والدول الاوروبية هم هدفهم مش غزة يعني انه بيحصل ده كله مش عشان غزة انا بتكلم على اسرائيل اه اولا هقولك ليه انت عارفة ان حدث زي ده في العالم تقف انجلترا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وامريكا ودول اخرى بظلم يبين بشكل يعني اي اعمى او كفيف يشوفه يقف ويقول لا اسرائيل بتدفع عن نفسها كلمات مغلوطة واسبت من المذابح اللي عملتها اسرائيل طبعا دي شيء مؤلم بس انا بتكلم على المسندة العالم ضد مساق الامم المتحدة وضد القانون الدولي وضد كل شيء اتعامل عشان الحفاظ على الإنسانية انت عندك ممنوع حاجة اسمها إبادة وممنوع حاجة اسمها تمييز ممنوع حاجة اسمها تهجير ده اللي عملته الدول الكبرى ما هو الدول العظمى اللي تكلمنا عليهم في البرنامج اللي فاته فيه ناس يعني افتكرت اندب بشكل مطلق لا انا اتكلمت وانت يمكن اطعتيني وولتي للدول العظمى الدول العظمى انا اقصد الدول العظمى دي المصالحها هندحك لما يقولك اي لا بس الحمد لله احنا معنا روسيا يعني سوري ده دي نقطة انا عايزة ارجع لها دي بس اعايزة اكملها بس فيقولك احنا معنا روسيا معاك عشان تضغط على امريكا المصلحة من المصالحها يعني دي الدول تجردت من الانسانية وملهاش علاقة من موضوع الانسانية والكلام الفارغ ده انما تكلمك عن حقوق الانسان تكلمك عن حرية الانسان وتكلمك عن عدم التمييز من كده بس التجربة اثبتت لنا هوا لما نعرف تاريخ امريكا الاسود من اول كيوستوفر بلمر لما اكتشف القرة وابتدأت يهجروا عطا حالي بس نتكلم في الحيطة دي شوية بس عمل ايه با ده هو ابان لا عملوا ايه طلعوا المساجين والمجرمين والمحبوس كلهم بالسلاسل بتاعهم تعبوا نقلهم على القرة والقرة وبتروا ايه ليه اوروبا عملت ده علشان يبقى لها نصيب في الكحكة بس مصدر دول الناس اللي راحت امريكا مصدرهم عشان يقضوا على السكان الاصليين الهنود الحمر تعالي بقى نتكلم على دول امريكان ابتدأوا في معركة مع الهنود الحمر والسكان الاصليين الاول الابادة ومعركة شرسة اجرامية ضد الانسانية وبعدين عجزوا فابتدأوا يزقوهم يزقوهم بس خلي بالك من المنظر يزقوهم بعيد 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 لغاية لما تحطوا في مربع كده في طرف القارة وممنوع اي مواطن يخرج بره لحدود ده وحصل حرب بين الشمال والجنوب في امريكا حروب شرسة في بعض وين توحدت امريكا بعدين جلبوا الافارقة لاستعبادهم وشغلوهم خدمين وعبيد عندهم وفي القانون الامريكاني لو المواطن الابيض مشغل عنده زنجي زي ما بيقولوا عليه زنجي لو شغلوا عنده وطلع في المزاجه انه يقتلوا لانه مش عاجبه يقتلوا من حقه يقتلوا واغتصاب زوجاتهم واطفالهم الجرائم جرائم يعني مر عبا شيطانية كويس بعد كده يعني الزنوج ابتدأوا اللي هون السود ابتدأوا يصوروا على المجتمع الامريكي وانهم امريكان وعاشوا في الامريكا اللي هم الاجيال اللي بعد كده يعني ايه وابتدأ يقودوا صورة لعدم التمييز كان ممنوع يخشوا محلات معينة كان ممنوع يركبوا موصلات مع اللي بيض ايه فكانت بقيالة مارتين لوثر كينج مارتين لوثر كينج وقدروا يقتلوك صطفه ويخلصوا عليه